أستاذ صفوان ووكيل وزير الدفاع الأمريكي قبل قليل في مؤتمر الصحفي قال لا يحق للروس أن يعترضوا على ما نرسله لأوكرانيا طبعا كيف هذا كلام؟ كيف ما بعض الأسلحة تهدد العمق الروسي؟ تهدد العمق الروسي هني عبيقولوا ما بنهدد العمق الروسي مشان يعطوه مجال لأنه يبدأ بالمفاوضات القصة وما فيها أنه بالبحر الأسود الحظر التجاري بريطانيا قالت رح نعطي صواريخ بعيدة المدى بتوصل إلى 800 كيلو 700 650 يعني بتقصف كل السواحل الروسية والمنشآت والسفن الروسية على أسر مباشرة قال رح اسمح بتصدير القمح ونحن ممكن ندخل الأتراك يتفاوضوا يكونوا وسطاء لنتفاوض على ممرات آمنة وبالتالي الأمريكان شو قالوا قالوا نفس الشيء بالشرق إذا قلنا ما بنعطي صواريخ تضرب روسيا ممكن نكتفي يكتفي الروس هون ويبدأوا مفاوضات وهن موجودين بالشرق بدون تجاوز الشرق ولكن الروس أصروا أنه لأ بدون يتجاوزوا الشرق ويدخلوا على الأراضي غير المتنازع عليها ما قبل الحرب وبالتالي يتفاوضوا هن على أراضي غير متنازع عليها بناء على هذا الخليني يقول العناد الروسي مباشرة لسه روسيا لسه الولايات المتحدة هي قطب متحكم بالحرب وهي المتحكم الأساسي في الحرب قالوا ما زال هيك راح نعطيهم 80 كيلو 80 كيلو يعني من خارج الشرق من خارج دونباس يقصف إلى حدود كل المنطقة الفية الجيش الروسي أصبح إذن الجيش الروسي رهينة لهذه الصواريخ سيفاوض على انسحابه بيك حالي الجيش الروسي على انسحابه من دونباس ودخول بمفاوضات مع الأوكرانيين من بعد يطلع الروسي من دونباس هذه الصواريخ بتطلعه كيف بدأت طلعه إذا هذه الصواريخ دقيقة جدا جدا 70 كيلو متر يعني على عرض باس كله حاليا 70 كيلو متر تقصف الراجمة أي هدف لدرجة تدميره راجمة راجمة دقيقة بصواريخ موجهة طيب ترعك الغوص بالعسكر أكثر مع الواء الرقم الماجد القيسي ما شاء الله عنك عسكري واجتماع سياسي